ازايكم? النهاردة هكشفلكم سر خطير جدا ازاي تقدروا تحضروا? اقوى شامبو معروف عالميا لإيقاف تساقط الشعر بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمكونات رخيصة موجودة في كل بيت يلا بنا نبدأ الحلقة انا معاكو دكتور رامي كوان في هنا الاجمع شامبو طبيعي 100% بيحتوي على اعلى التركيزات من اقوى المواد اللي احنا ممكن نستخدمها عشان إيقاف تساقط الشعر ومش بيستخدم عشان نوع واحد من انواع تساقط لا ده بيستخدم عشان كل انواع التساقط خالي من اي مواد كيموية ضرة اللي هي بتبقى موجودة في الشامبوهات التجارية الموجودة في الصيدليات ليه? لان احنا اللي حطين المواد الفعالة بيدينا بالتركيزات العالية اللي احنا محتاجينها مناسب جدا لكل الاعمار يعني كل الاعمار كل اللي موجودة عندنا في البيت ممكن يستخدمه بداية من سن الست سنين حاجة بسيطة بس كده هطلبها منكم قبل ما نبتدي الفيديو اي حد هيبدأ باستخدام الشامبو يكتب لي في الكومنتات دلوقتي امتى بدأ استخدام الشامبو عشان بعد ثلاث شهور هنرجع تاني يقول لنا ايه الاخبار او ايه التغير اللي لحظوا على شعره واي حد بيعاني من موضوع تساقط الشعر لان الفيديو ده مهم جدا اي حد بيعاني من الموضوع ده ياريت نشير له الفيديو ده المركب الرئيسي اللي هنيعتمد عليه في الشامبو ده هو الكافيين طبعا دلوقتي معروف ان الكافيين من اكتر الحاجات اللي بتساعد على نمو الشعر على ايقاف التساقط على تطويل الشعر على زيادة كسفته هرموني ده تشي تي بيعتبر اقوى عدو موجود للشعرية نفسها هو اللي بيهاجم الشعرية نفسها بيقلل لي نموها بيقلل لي قطرها بيضعف لي الجزر بتاع الشعرية نفسها فاول لما ده تشي تي بيتمكن من حالة الشعر بالطرع دي فورا اتساقط ويبدأ يصد عملوا دراسة بقى على بصيلات الشعرية نفسها او جذور الشعر نفسه وبدوا يعرضوه لنسب عالية من الكافيين والفترات طويلة وجدوا ان الكافيين بيعكس لي مفعول هرمون ده تشي تي على الشعرية نفسها يعني الجذور اللي كانت ضعيفة بدأت الجذور تقوى الشعرية اللي كانت ضعيفة بدأ سنكها بيزيد الشعر اللي كان قصير بدأ الشعر يطور فوجدوا انه بيعكس مفعول الهرمون ده على الشعر داني حاجة بيعملها ان هو بيزود الدورة الدموية في فروة الراس طبعا كلنا عارفين ان الدورة الدموية اللي موجودة في فروة الراس دي بتعتبر دورة دموية طرفية يعني من المناطق اللي في الجزء اللي بتوصل لها الدورة الدموية بصعوبة جدا فهو لما يزود لي الدورة الدموية في المنطقة دي على طول الغيزة المناسب والفيتامينات هتبتدي توصل لجذور الشعرية نفسها وبالتالي هيوقف تساقط الشعر هيديني شعره اطول هينعمل الشعر وهيكسفه لي وهيحسن لي طبعا من حالة. تمام القهوة عندها القدرة ان هي تغير لي حالة الشعر تماما. يعني بتنعم الشعر وبتطوله لانها بتحتوي على نسب عالية جدا من حاجة اسمها الفلافونويد. الفلافونويد دي بتعتبر من اقوى مضادات الاكسادة. لك ان تتخيلوا مسلا ان كل ميت ميلي جرام من القهوة في اربعتاشر فاصل اتنين ميلي جرام من الفلافونويد دي. اعلى نسب عالية جدا جدا واعلى بكتير من اي حاجة. ولذلك حتى كمان شرب القهوة في الموضوع ده مفيد جدا. يعني ممكن نشرب من فنجان لتلات فنجين قهوة في اليوم. ده هتديني تركيز الفلافونويد المناسب اللي عايزه جسمي عشان يعيد بناء الشعرية نفسها. لان الفلافونويد ده بيدخل على تركيبة الشعرية نفسها وبيعيد بناءها وبيصلحها تاني من اول وجديد. يعني النتيجة هتبقى شعري نعم وشعري كسيف وخالي تماما من اي تقصص. كمان القهوة بتعدلي حمودة فروة الراس. ودي المعلومة اللي هي بتخفى عن الناس كتير جدا. فروة الراس نفسها بتاعها خمسة فاصل خمسة. القهوة نفسها حمدي. بتوصل بتاعها لخمسة فاصل واحد. ولذلك لما انا بحط القهوة على فروة الراس وتبدأ تعدل من درجة الخمودة بتاعتها على طول هتديني نتائج فعالة جدا على فروة الراس. يلا بقى بينا نشوف طريقة التحضير وهتمشوا عليها بالزبط زي ما انا هقولها لكم دلوقت. اول حاجة هنجيب كوباية فاضية وهنحط عليها معلقة قهوة كبيرة من عندنا وبعد كده هنغلي شوية مية وهنحطها على معلقة القهوة اللي عندنا وهنقلبها خالص لغاية ما نحس بدوابان كامل للقهوة. يعني ممكن نفضل نقلب فيها دقيقة او دقيقتين ما فيش مشكلة خالص. بس نحس خالص ان القهوة تقريبا شبه دابت كلها. ثاني خطوة هنعملها ان احنا هنجيب معلقة من العسل وهنحطه على الخليط اللي احنا عملنا ده. وهنقلبه كويس جدا لحد ما يدود. العسل رائع جدا للشعر بكل المقيس. العسل مليان فيتامينات. مليان معادن. مليان احمض امينية. اقوى مرتب طبيعي عشان الشعر. فالعسل مهم جدا في التركيبة دي. كمان العسل بيعتبر من اقوى مضادات للتهابات الطبيعية الموجودة. فاي التهابات موجودة في فروة الراس بتسبب لي التساقط هو بيقضيلي عليها تماما. كمان بيرمم لي فروة الراس الخارجية اللي هي طبقة الابسليل. وبالتالي اي مشاكل موجودة في فروة الراس العسل بيقدر يحلها. ثالث حاجة بحطها هو معلقة من زيت اللوز. زيت اللوز ده بيعتبر من الزيوت الحاملة اللي انا ممكن احطها على فروة الراس مباشرة. ده غير الزيوت الاسية. الزيوت الاسية اللي هي ايه? اللي انا ما بقدرش احطها على فروة الراس. زي زيت جوز الهند او زيت الزيتون. لكن زيت اللوز بيعتبر من اقوى مضادات الاجسادة اللي موجودة. بيرطب لي الشعراية. بيحسن لي من حالتها. بيوقف الجفاف اللي بيوجود في الشعر نفسه. بيقلل التكسر الموجود بيحسن لي من نهايات الشعر طبع مكون بحطه في التركيبة بتاعتنا هو زيت النعنق زيت النعنق ده بيعتبر من الزيوت الاساسية اللي انا ما اقدرش احطها مباشرة على فروة الراس ولذلك احنا حطينا زيت اللوز عشان يبقى الزيت الحامل لزيت النعنق طيب زيت النعنق وظفته ايه في التركيبة بتاعتنا دي وظفته ان هو من اقوى الزيوت المثبتة علميا ان هي بتجري لي الدورة الدموية فروة الراس طبعا هتزود الغزاء المناسب اللي هيوصل لفروة الراس نفسها وبالتالي هيحسن لي من جزر الشعراء من حالة البصيلة بتاعت الشعراء نفسها طيب زيت النعنق بحطه ازاي بحط بس بالزبط خمس اطارات بس فقط على التركيبة دي من زيت النعنق وبقلبها برضو كويس جدا خلي بالكوا بعد كل خطوة بعملها لازم اقلب كويس جدا لغاية محصل على نسيك متجانس من التركيبة دي خمس حاجة في التركيبة دي بحط خمس نقط من زيت اكليل الجبل او زيت الروزماري طبعا زيت الروزماري بيعتبر من الزيوت الاساسية اللي انا لو خطتها على فروة الراس بتاعتي وانا عندي حسية ممكن تعمل شوية حكة او شوية التهبات فطبعا احنا حطينا زيت اللوت في الاول عشان يبقى الزيت الحامل لزيت الروزماري وزيت النعنق طيب زيت الروزماري طبعا كلنا عارفين دلوقتي الدراسات اللي اتعاملت عليه واسبتت مقارنة بالمونوكسيدين الاتنين في المية انه هو بيحسن من حالة الشعر بيوقف للتساقط بتاعي بيزود عدد بصيلات الشعر الموجودة وبالتالي هيوقف للتساقط وهيزود لي كسافة الشعرية نفسها وفي نفس الوقت هيجريه للدورة الدموية سادس خطوة بجيب مئة ميلي من الشامبو اللي موجود عندي في البيت واللي انا متعود استخدمه وبقوم ضايف عليه التركيبة دي طبعا انا بفضل الشامبو يكون خالي من السوديام لورايس سالفيت ما عنديش يبقى تاني حاجة ممكن بفضلها شامبو الاطفال اللي احنا بنستخدمه عادي اللي هو بيستخدم للبيبي طيب ما عنديش ممكن استخدم الشامبو العادي بتاعي جدا وبرضه هحطلكم بعض الانواع دلوقتي للشامبوهات الخالية من السوديام لورايس سالفيت بعد ما بضيف التركيبة دي مئة ميلي من الشامبو بقوم راجج الازازة اللي انا عاملها كويس جدا عشان اضمن ان انا عملت خليط متجانس من الشامبو بتاعي خلاص كده انا الشامبو بتاعي جاهز للاستخدام هستخدمه مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع وكل مرة هسيبه على فروة الراس من 8 ل 10 دقايق عشان امس اسمح للمواد الفعالة ان هي تمتص على فروة الراس كده انا حضرت اقوى شامبو طبيعي ممكن اعمله في البيت عشان اوقف بيه تساقط الشعر وفي نفس الوقت مناسب لكل الاعمار ما تنسوش بقى اللايك وكمان تشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لكل الناس كان معاكم دكتور راميكوان في هنا الاجمع